بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين حبايبي الطلاب معاكم أخوكم الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي مدرس مادة اللغة العربية بشقيها التخصص والمهارات اللي هي المادة المشتركة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية عبر المنصة الأولى على مستوى المملكة منصة موقع وتد التعليمية بداية حستنا لليوم بإذن رب العالمين رح تكون في تأسيس لمادة اللغة العربية رح أغنيك عن الأسئلة اللي بتظلك تسألني إياها أستاذ أنا ضعيف في الإعراب بإذن رب العالمين رح نوخ تأسيس في الإعراب أستاذ أنا لليوم ما بعرف أميز بين الاسم والفعل خلينا نحكي رح أخليك تعرف تميز بين الاسم والفعل بدنا نبدأ خلينا نحكي من الطلاب اللي مستواهم دون الصفر حتى نوصل معهم لمرحلة المية بالمية بإذن رب العالمين المشوار رح يكون طويل رح نمر في مجموعة من المحبطات خلينا نحكي على مدار السنة ونمر برضه في مجموعة من المحفزات برضه على مدار السنة الأمور المحبطة بدنا نخليها تقوينا والأمور المحفزة بدنا نخليها تزيدنا إصرار للتمكن من هاي المادة اللي طلاب الأدبي بيعتبروها خلينا نحكي فيزياء للأدبي مادة اللغة العربية التخصص والمادة المشتركة الكل سواء كان علمي أو أدبي أو حتى الفروع المهنية بدور على هاي المادة أنه يرفع من خلالها معدل وبإذن رب العالمين منكون قادرين نوصل مع بعض لهذا الهدف المشوار زي ما حكينا طويل وعلى طوله اتذكر إنه مشوار الألف ميل رح يبدأ معك بخطوة هاي الخطوة بدنا نمشيها وبإذن رب العالمين لنصل للألف ميل ونتذكر برضه مع بعض إنه هذا المشوار بإذن رب العالمين ما رح يمشي إلا العظماء حاول تكون أنت من بين هؤلاء العظماء ولو ما كنتش منهم جد لنفسك مكانا بينهم حارب لتكون بين العظماء عافر حتى تكون بينهم فما نيلوا المطالب بالتمني ولكن تأخذوا الدنيا غلابة يعني إذا ما كنتش عظيم تكون نظر نفسك تكون عظيم حتى توصل للعظمة اللي الناس إن فكر حالها وصلت لها بدك تكون أو لا تكون في هذا المشوار وبإذن رب العالمين كنا إيدانا بإيدان بعض حتى إنه نكون ونكبر بعين أنفسنا قبل ما نكبر في عين من حولنا بداية خلينا نبدأ بالتأسيس لهذه المادة نفرق بين الإسم والفعل بعدها نفوت على الجملة الإسمية والجملة الفعلية ونأخذ العلامات الإعرابية حتى من خلالها نتمكن من إنه نكون متمكنين من هذه المادة بإذن رب العالمين بداية أقسام الكلام في اللغة العربية زي ما حكينا إحنا بدنا نبدأ من الصفر أي كلمة في اللغة العربية بدها تكون أحد ثلاث ممكن إنها تكون اسم ممكن إنها تكون فعل وممكن إنه هاي الكلمة اللي أمامي تكون حرف طيب أستاذ أنا كيف بدي أعرف هاي الكلمة اللي قدامي اسم ولا فعل ولا حرف بحكي لك الإسم إله علامات كثيرة سبع أو ثمن أو حتى يمكن عشر علامات يقبلها الإسم إحنا بدنا نأخذ ثلاث أو أربع علامات فقط من علامات الإسم إنه يقبل دخول اللي التعريف على الكلمة يعني لما أقرأ الكلمة مع اللي التعريف تقرأ ويكون لها معنى زي كلمة مثلا قمر جرب زيد عليها اللي التعريف في البداية القمر كلمة لها معنى كلمة إنتاج مثلا منقدر نحكي الإنتاج كلمة لها معنى وما اختل معناها أو تكسرت الكلمة بدخول التعريف أيضا من علامات الإسم إنه يقبل التنوين تنوين الفتح تنوين الكسر تنوين النصب تنوين الضم إلى آخره فالكلمة نفسها أو خلينا نغيرها نحن نحكي بيت مثلا بإمكاني نحكي بيت أو بيت أو بيت هاي من علامات الإسم الفعل لا يقبل التنوين نهائيا يعني إذا أنت شفت كلمة عليها تنوين هاي مباشرة اعتبرها إسم مستحيل إنها تكون فعل أيضا يقبل دخول حرف الجر مثلا نأخذ كلمة عمر لا أحد كلمة عمر بقدر إيش أحط عليها للتعريف أحكي العمر ولا بقدر مثلا أحط عليها تنوين كونها ممنوعة من الصرف شغلات مش مطلوبة منك أنت كطالب إن أحكيها عمر أو عمرا إلى آخره لكن بكل بساطة حط قبلها حرف جر من إلى عن على إلى آخره فبقدر أحكي ذهبت إلى عمر هاي إلى صبقة كلمة عمر بها ما اختلف المعنى بذلك كلمة عمر اسم وليست فعل أيضا من علامات الاسم يقبل التاء المربوطة اللي نحن نسميها تاء التأنيت فيه له علامات كثيرة خلينا نحكي واحدة من هذه الثلاث علامات بتكفينا حتى تميز إن الكلمة اللي قدامنا اسم أو فعل طيب الكلمة بكل بساطة إذا ما كانت اسم شو رح تكون؟ رح تكون فعل إذن إن لم تكن اسم مباشرة ستكون إيش فعل الفعل عندي في اللغة العربية له ثلاث أزمنة فعل إما ماضي إما مضارع وإما أمر فلو إجيت أنا حكيت لك كلمة مثلا درسة حط لي عليها قال للتعريف الدرسة أو الدرسة لاحظ أنها مجزارة معك في طلاب يحكوا لي أستاذ أنا قمت بقراءة مثلا الدرس هاي هل ستزبطت معي بقول لك الدرس أنت السين هون مسكن لي أضع لي عليها فتحة كما هي مكتوبة درسة الدرسة لا ستزبط معك بذلك في الكلمة التي قدامي ستكون فعل درسة ومثلا نحن نحكي يكتب ونحن نحكي إجلس اليكتب برضو مجزارة معي والإجلس برضو مجزارة معي إذن الكلمات الثلاثة اللي كتبناهم الآن أمامنا هي أفعال وليست أسماء طيب الفعل اللي قدامي كيف بدي أعرف الزمن اللي إله ماضي أو مضارع أو أمر فيه طلاب سبحان الله مباشرة بيكونوا متمكنين بيحكي لك اللي صار وخلص معناها ماضي واللي قاعد بيصير الآن مضارع ولما نكون فيه معنى الأمر أو معنى الطلب بده يكون فعل أمر وأنا بصراحة بأيد هذور الطلاب وإجاباتكم صحيحة مية بالمية لكن برضو فيه مرات أفعال أنت بتكون شاك حتى فيه معناها فكيف تتعامل معها بكل بساطة الماضي يقبل الضمير التاء في نهايته بقدر أزيد عليه الضمير التاء بفضل الملاحظات هاي اللي قاعدين بنكتبها يكون معك ورقة وقلام وقاعد بتكتبها معي طبعا رح أسوي لك إياها بيد ايف وتسحبها زي ما بدك عبر المنصة اللي إلنا اللي هي منصة وتد لكن يا أستاذ مجرد كتابتك لإلها بطريقتك وتلخيصك اللي أنت خاص فيك بيخليك تحفظها بطريقة أسهل طيب يقبل الضمير التاء طب أستاذ التاء شو نحط عليها حركة؟ هي حركة ساكنة كسرة فتحة ضمة الفعل الماضي يقبل دخول الضمير التاء فبقدر أحكي درست التاء الساكنة بتكون موصولة معها طبعا أو درسته بحكي عن حالي أو بحكي مع اللي قدامي بقوله درستها أو البنت اللي قدامي بحكي لها درستي بمجرد دخول الضمير التاء شو ما كانت حركته على الفعل؟ معناها الفعل مباشرة رح يكون ماضي طيب نأخذ كلمة يكتب بزيد لي الضمير التاء عليها يكتبته لاحظ إن هالكلمة أصلا مش ظابطة معناها الفعل اللي قدامي سوف يكون يا إما مضارع يا إما أمر نجرب بكل بساطة الفعل المضارع يقبل دخول التسويف إيه شأن التسويف؟ كلمة سوفة بقدر أحطها قبل الفعل أكتب ملاحظتك مهمة جدا بقدر أحكي سوفة يكتب وبحكي عن حالي سوفة أكتب وبحكي عنها هي سوفة تكتب وبحكي عنها إحنا سوفة نكتب ببساطة الفعل إذا قبل التسويف اللي هي كلمة سوفة رح يكون الفعل اللي قدامي فعل مضارع طيب الفعل اللي قدامي إجلس فيه معنى الأمر إذن فهو فعل أمر لاحظ زمنه رح يكون رح يكون في المستقبل لأن أنا لما قلت لك إجلس إنت لساتك مش جالس عكل حال خليل الزمن على جانب إجلس حطيلي عليها هتا إجلسته مش ظابطة طيب حطيلي سوفة قبلها سوفة إجلس مش تيش تقرأ لها سوفة أجلس مش مكتوبة أجلس أجلس تكون فوقيها همزة هي الفعل إجلس زي ما هو طيب منقدر نحكي سوفة إجلس للي قدامك برضو مش ظابطة معي وإحنا متأكدين إنه الكلمة اللي قدامنا فعل وليست اسم ما قبلة التا ولا قبلة سوفة مباشرة رح يكون الفعل اللي قدامي فعل أمر إذن هاي قدرنا نفرق بين الاسم وبين الفعل ب خلينا نحكي بدل الأزمن الثلاث اللي إله هو الماضي والمضارع والأمر طيب لو إجيت قلت لك كلمة من من حط لي عليها قال التعريف قال من مش ظابطة معي ليست اسم شوف لي ياها إذا بتاء منتو مش ظابطة طيب لما نأجي أحكيها سوفة من برضو مش ظابطة وليس فيها فعل الأمر إذن الكلمة ليست اسم ولا فعل مباشرة شو رح تكون رح تكون حرف الكلمة إذا ما كانت اسم ولا فعل مباشرة رح تكون حرف باللغة إيش هو الحرف هو كلمة ليس لها معنى إلا من سياق الجملة كلمة تأخذ معناها من سياق الجملة رح يخضوهم طلاب الأدب يمعاني حروف الجر والأدوات بالفصل الدراسي الثاني يعني إحنا خلينا نحكي مبدئيا اللي بهمني إنه الكلمة تقسم إلى اسم أو فعل أو حرف الاسم صار واضح الفعل صار واضح الكلمة اللي قدامي إذا لم تكن لا اسم ولا فعل مباشرة رح تكون حرف بناء على اللي أخذنا بدنا ننتقل الآن للجملة وليست للكلمة نتعامل مع الجمل الجملة الأولى اللي بدنا نبدأ فيها اللي هي الجملة الإسمية الجملة اللي بكل بساطة مكونة من إيش من مبتلأ زائد خبر إذن المبتلأ زائد الخبر مع بعض شو من نسميهم من نسميهم جملة إسمية بكل بساطة من إسمها جملة إسمية رح تبدأ بإسم دائما يا أستاذ غالبا يا أستاذ خلينا نشوف الشكل اللي ممكن تيجي عليه الجملة الإسمية المبتلأ ومبدئيا عشان ما يمسكوها علي إنه مش دائما الإسم في بداية الجملة بيكون مبتلأ بس إحنا خلينا نحكي 99% كالماد المطلوب معنا إحنا كطلاب مبدئيا الإسم الذي يكون بداية الجملة إحنا منيجي منعرفه إيش منعرفه مبتدأ طيب المبتدأ بنفعش تيجي تحكي لي مبتدأ وتوقف لازم تحكي لي منصوب أو مرفوع أو مجرور بكل بساطة المبتدأ بدي إياك تحفظ إياه حفظ إنه المبتدأ دائما مرفوع طيب إيش يعني مرفوع أستاذ يعني لازم يكون عليه علامة الرفع علامة إعرابية طيب أستاذ إحنا مش حافظينهم اللوح الثاني ها سبنا نكتب فيه جميع العلامات الإعرابية الخبر عشان نستخرجه منسأل ماذا به المبتدأ طيب أساهلها عليكم بالعامية تبعتنا شو ماله شو مال المبتدأ والخبر دائما برضه مرفوع إذن الخبر مرفوع والمبتدأ مرفوع ومبدئيا بدي إياك تكون عارف إنه علامة الرفع الضمة للخبر والمبتدأ إيش يعني العلامة أستاذ هاي اللي هي حركة آخر حرف إذن هذا منسميه نحو النحو هو العلم الذي يدرس حركة آخر حرف في الكلمة فتحة أو ضمة أو كسرة بالإضافة للعلامات الإعرابية خلينا نحكي اللي هي الفرعية اللي بعد شوي راح تمر معنا سماء بلادي اليوم ماطرة سماء اسم ولا فعل مش عارفين محترين منحط قال التعريف بكل بساطة السماء زبطت والله زبطت معناها الكلمة اللي قدامي اسم نتأكد كمان مرة إلى السماء نظرته إلى السماء قبل الدخول حرف الجر اسم نحط نحط تنوين سماء زبطت اسم بما إنها اسم وقام بداية الجملة نحكي عليه مبتدأ والمبتدأ يا أستاذ دائما شماله مرفوع طيب حكينا مبتدأ مرفوع ما علامة الرفع؟ الضمة وعلامة رفعه الضمة طيب بناء على هذا الحكي اللي نحن نأخذه مرفوع وعلامة رفعه الضمة ممكن يجيب لي سؤال على كلمة سماء يقول أضبط آخر كلمة سماء ماذا يعني أضبط يعني أضبط حركة ببساطة وإحنا قلنا مبتدأ وحكينا مرفوع وعلامة الرفع الضمة منحط الضمة بكل بساطة حساب جيلي سيبا وابن جني علماء اللغة العربية من طلابنا اللي بيحكي لك أستاذ أنا دائما بحط الحركة حسب القراءة ويتضبط معي أستاذ تهيئ لك أنها تضبط معك والله ما بتكون ضبط معك إلا على الشمس بنسبة 10% دعونا نحكي يا أستاذ نحن كمعلمين منلجأ لعلامة الإعرابية حتى أو دعونا نحكي لإعراب الكلمة حتى نعرف نضبطها فتجيلي أنت طالب مع احترام لك بخبرتك القليلة بدك تضع حركة حسب قراءتك لساتك مش متمكن من هذه المرحلة فالله يرضى لي عليك بتعريبها وبناء على إعرابها أو موقع الكلمة الإعرابي تضع الحركة لا بدنا حسب القراءة يا بن جني يا سيبوي يا عالم اللغة روق علي حكينا عندي مبتدأ حكينا منسأل مال المبتدأ مال السماء ماذا بها السماء السماء ماطرة معناها هاي الخبر والبرغوثي حكينا انه الخبر برضو يا أستاذ مرفوع وحكينا انه علامة الرفع اللي هي الضمة وممكن تنوين الضم أستاذ حطيت لضمة حطيت لتنوين ضم أنا موافق بس بالقراءة بالله عليك مين الأزبط أحكي السماء بلادي اليوم ماطرة ولا ماطرة الأزبط انها ماطرة بالتنوين ويحدى في التنوين اذا اجاب بعدها مضاف الليلة قدام شوي منوخذ الإضافة طيب هاي التركيب حكينا مبتدأ مرفوع بالضمة أو علامة رفعه الضمة وخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة في عندي علامات العربية ثانية في عندي علامات العربية ثانية تعالوا نتعرف عليها احنا حكينا مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهاي العلامات العربية بتحفظوا لي إياها زي اسمكم ممكن تسهل عليكم إعراب كلمة انتو شكين فيها بين فاعل ومفؤول به تلاقي عليها ضمة مباشرة تحكي فاعل تلاقي عليها فتحة تحكي مباشرة مفؤول به إذا كنت محتار فحكينا مرفوع وعلامة رفعه الضمة منصوب وعلامة نصبه الفتحة ومجرور وعلامة جره الكسرة هاي العلامات الإعرابية الرئيس زي ما بحكوها الأساسية طيب في عندي علامات إعرابية فرعية اشي فرعية مثلا المثنى وجمع المذكر السالم إلى آخره فمنحكي المثنى مرفوض وعلامة رفعه الألف مثال عليها بحكيها كتابان ما بنفقش تحكيه للألف والنون يا أستاذ لأن النون ممكن إنها تحدث فمرفوع وعلامة رفعه الألف كتابان طيب أستاذ متى بحكيها كتابين بالياء لاحظ هنا حكيناها بالألف هنا حكيناها بالياء متى بحكيها بالياء كتابين في حالة النصب والجر إذا منصوب أو مجرور اللي هو المثنى وعلامة نصبه أو علامة جره إلياء هاي علامات العربية للكلمات العادية المفردة هاي للمثنى ننتقل لجمع المذكر السالم والمؤنث السالم رفع المذكر السالم مرفوع علامة رفعه الواو فمنيجي نحكي لها مس لمون منحكيها مسلمون بالواو إذا كانت مرفوعة مبتدأ فاعل زي ما رح نأخذ بعد شوي خبر زي ما أخذنا منصوبة أو مجرورة علامة نصبها أو جرها الياع نحكيها مس لمين فالمذكر السالم والمثنى زي ما حكينا علامة النصب وعلامة الجر صارت عندي الياع طيب المؤنث السالم معظم الطلاب بيحكولي أستاذ هذا علامة رفعه نصبه وجره كله الألف والت يا أستاذ المؤنث السالم الله يرضى عليك رضي الله عنك شكله عشان أعرف إنه جمع مؤنث سالم بتنتيه بألف والت لكن الألف والت مش علامة إعرابية كمان الألف والت بتدني على إنه الكلم اللي قدامي جمع مؤنث سالم بس برضو ليست علامة إعرابية المؤنث السالم مرفوه وعلامة رفعه مينات ومنحط لها ضمه او تنوين ضم حسب اعرابها وعلامة نصبه وجره اللي هي الكسرة فمنيجي نفس الكلمة منحكيها مؤمنات في حال كانت منصوبة او مجرورة منحط لها كسرة او تنوين كسر متفقين اذا الالف والتاء مش علامة اعرابية للمؤنة السالم حركة عادية ضمة او كسرة لكن ما يدلني على انه الكلمة اللي قدامي جمع مؤنة السالم انها بتنتهي بالف والتاء انتبع في عندي شيء اسمه الاسماء الخمسة اسماء خمسة اللي هم خلينا نتعرف عليهم الاب واخ ومعناهم معروفين الاب ابوك والاخ اخوك الحام بكرة بإذن الله بس تتجوز او انت بس تتجوزي اللي هو ابو مرتك من سميه حماك وابو جوزك من سميه حماكي صح؟ فالحمة هاي والفو اللي هو الفم والذو اللي هو الصاحب مش الصديق صاحب الشيء يعني منحكي مثلا فلان ذو علم يعني صاحب علم فلان ذو مال يعني صاحب مال مش الصديق طيب شو مالها هاي الاسماء الخمسة احنا حكينا عن العلامات الاعرابية مرفوعة علامة الرفع الضمة مجرورة بالكسرة ومنصوبة وعلامة نصبها الفتحة لو مدينا هاي الحركات شوي لألف واو يا بدا تتحول عندي اللي هي علامات الاسماء الخمسة فالاسماء الخمسة مرفوعة وعلامة رفعها الواو مش تضمة من مدة تضمة شوي بتصير واو فمنحكي لك ابوك منصوبة وعلامة نصبها بدل الفتحة من مدها شوي بتصير الالف منحكيها على المثال الاول اباكا ومجرورة وعلامة جرها بدل الكسرة زي ما حكينا من مدها شوي صارت الياء فمنحكيها ابيكا وهاي خلينا نحكي كل العلامات الاعرابية اللي مطلوبة معانا كطلاب هيك بإمكاننا نتعامل مع اي كلمة باذن رب العالمي طيب انتابع قلنا الجملة الاسمية قبل قليل زي ما اخذنا الجملة الاسمية هي الجملة التي تتكون من مبتدأ وخبر حكينا كيف نستخرج المبتدأ الاسم الذي يكون بداية الجملة وكيف استخرجنا الخبر سألنا ماذا به المبتدأ ناخد بناءا عليه هذا الحكي كمان جملتين ثلاث على الجملة الاسمية هاي كمان مثال عندي اسوار القلعة مرتفعة اسوار اسم في بداية الجملة اتفقنا انه مبتدأ وحكينا انه المبتدأ اللي قدامي مرفوع واتفقنا انه مرفوع وعلامة رفعه الضم ماتفقين طيب يا استاذ الله يرضالي عليك اللي بيلاقي مبتدأ بيحكيلي على الكلمة اللي بعديه خبر مباشرة بالغالب بيخطأ لماذا؟ لانه قلنا عنه طريقة بسيطة نستخرج فيها الخبر طبقها يا اخي اذا ما طبقت التغلط فننتبه ولكون رايقين اسوار شمال هالاسوار ماذا بها الاسوار الاسوار مرتفعة وهي الخبر مستحيل تكون كلمة القلعة هي الجواب شمال الاسوار القلعة فعاي اساس تحكيلي عليها خبر ما رح تزبط معك فهون الخبر اللي هو مرتفعة وهي ضم أو تنوين ضم خبر طبعا زي ما اتفقنا لأنه مرفوع طيب شو اعراب كلمة القلعة جاي لها بعد شوي استاذ لها مضاف إليه يعني رح نخدها بإيد الرب العالمين بس طولوا بالكم علينا خطوة خطوة زي ما قلنا مشوار الالف ميلة بيدو يبدأ بخطوة ما منقدر نفهم جو النطنط نطنطة على هذا الله يرضى عليكم الطلاب في الصف الطلاب اسم في بلاد الجملة هاي مبتدأ وهاي المبتدأ مرفوع الطلاب شمال هم فيه مش ظابتة الطلاب شمال هم الصف برضو مش ظابتة طب لو حكينا الطلاب شمال هم ماده بهم الطلاب في الصف كاملة ضبطة تكون خبر فهي هون عندي خبر طبعا نوع الخبر هون شبه جملة بعد قليل منتعرف ايش يعني الخبر شبه جملة تمام اذا ممكن من صور الخبر انه يجي عندي شبه جملة اللي هو عبارة عن حرف جر واسم مجرور تعالوا ننتقل لشبه الجملة حتى نكون عارفين ايش هي شبه الجملة يا حبايبي لها شكلين الشكل الاول عندي حرف جر زي ما اجي معي قبل قليل والكلمة اللي بعدين مباشرة بدأتكون اسم مجرور زي ما اجي احكي لك من حرف جر البيت اسم مجرور حرف جر مبني حركته ما بتتغير البيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة مش قبل شوية نحكي عن العلامات الاعرابية علامة الجر الكسرة فمع بعض حرف الجر والاسم المجرور مع بعض شبه جملة تمام بس يكشف الجملة يا استاذ بقولك لا يا استاذ فيك شكل ثاني اللي هو في عندي ظرف زمان او مكان ايش هي الظروف يا استاذ اللي هي قبل وبعد وامام وخلف وفوق وطاحت وعند وعند وساعة وسنة ويوم الى اخره هاي الكلمات دايما بيجي بعدها مضاف اليه شو بده يجي بعدها مضاف اليه اذا دائما بعد الظروف بده يجي عندي مضاف اليه المضاف اليه دايما مجرور يا حبايبي فعندي كلمة عند من الظروف والمنزل قبليها ظرف وايجت عندي كلمة المنزل بده تكون مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة فانا كل اللي هامني انه الظروف مع المضاف اليه مع بعض شو سميناهم شبه جملة متفقيل طيب شو بدنا نستفيد من شبه الجملة قلنا استفدنا انه قبل قليل اجي عندي من اشكال الخبر انه يكون شبه جملة وبناء على هاي الكلام او على شبه الجملة اللي اتعلمناها في عندي قاعدة صغيرة في اللغة العربية بتحكيلي عندي جملة في اللغة العربية بدأت بشبه جملة يعني الجملة بدأت بحرف جر وبعدها اسم مجرور او ضرف وبعده مضاف اليه وايجا بعده اسم نكرة ايش عاني اسم نكرة يعني اسم غير معرف بقل ما في عليه قل للتعريف اذا شبه جملة وبعدها اسم نكرة اسم ما عليه قل للتعريف طيب شو بصير عندي يا استاد بصير عندي خبر مقدم مبتدأ مؤخر أستاذ مش فاهمين احفظ وخلينا نحكي لك برضو على شبه الجملة والاسم النكرة تعال نأخذ ونطبق أمثلة حتى أنه نفهم الموضوع بسيط أستاذ أنت معقده اتطلع بكل بساطة في حرف جر طيب حرف الجر شو لازم يأتي بعده اسم مجرور هاي حرف جر وهي اسم مجرور وعلامة جره لايش الكسرة متفقين متفقين حرف جر اسم مجرور اجى بعديهم اسم نكرة ايش يعني اسم نكرة كلمة مجموعة هي اسم صح بدليل انه بقدر احكي المجموعة وبدليل انه عليها تنوين ضم والتنوين من علامات الاسم صح هذا الاسم معرف بقل ما علي قال للتعريف بكل بساطة بعجي بمسك شبه الجملة هاي واجى بعديها اسم نكرة زي ما اتفقنا صح شبه الجملة بحكي عليها خبر مقدم وبمسك الاسم نكرة بحكي عليها مبتدأ مؤخر بكل بساطة ما بدهاش خلينا نحكي هاي التعقيدات كمان مرة كمان مثال عشان تكون اوضح فوق ظرف زي ما اخدنا ظرف زائد مضاف اليه من الظروف كلمة فوق هاي ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة مش مطلوب اعراب الظروف الا بدرس بسيط لطلاب الادبي في وحدة الاضافة بعد الظرف دايما بده يجي عندي مضاف اليه والمضاف اليه دائما مجرور على عين وراسي ظرف مضاف اليه مع بعض منسميهم شبه جملة شبه جملة شبه الجملة اللي قدامي اذا ملاحظين اجا بعدها اسم غير معرف بقل اسم غير معرف بقل بمسك شبه الجملة بسميها خبر او في محر رفع خبر مقدم وبمسك الاسم النكرة وبحكي عليه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة بكل بساطة اذا هاي كل ما يتعلق بالجملة الاسمية بعد قليل بايدن رب العالمين بنتعمق اكثر بشوي بالجملة الاسمية بدنا ناخد اشي يسمى النواسخ انا واخواتها كانا واخواتها بتمنى قبل ما تنتقل اللي هي انا واخواتها او كانا واخواتها اللي هي النواسخ اللي رح ناخدها بعد قليل تتمكن من هذا الحكي اول يعني الموضوع استاذ مش انك تحضر الفيديو وتظلك ماشي فيه خلص انت هيك بروفيشينال زي ما بنحكيها صورة متمكن لا يا استاذ طبق على اللي انت اخدته خد جمل من الكتاب طبق عليها وبإذن رب العالمين بتكون امورك تمام زي ما حكينا ما ننتقل للي بدنا ناخده بعد قليل إلا لما تكون متمكنين من اللي اخدناها قبل قليل والله يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة